تواصل لاليات العسكرية الإسرائيلية تعميق توغلها داخل قطاع غزة وسط اشتباكات عنيفة مع مقاتل كتاب القسام منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية اشتدت وطيرة قصف الجيش الإسرائيلي من المدفعية والطيران الحربي والبوارج لمحيط المناطق التي تتوغل فيها قواته نبدأ بمحافظة شمال القطاع والتي نالت النصيب الأكبر من القوات النارية الإسرائيلية وحل الدمار الكامل بالمئات من مباني مناطقها فأهم مناطقها هي بيت حانون في شمال الشرقي وغربا بيت لاهية وإلى الجنوب منها جباليا علما أن مخيم جباليا هو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في القطاع في محور شمال غرب مدينة غزة تمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة مسجد الخالدي على شارع الرشيد المحاذي لشاطئ البحر وإلى الشمال بمنطقة أبراج المقوسي على امتداد شارع النصر وهذه المنطقة تقع ضمن حدود مدينة غزة من جهة الشمال وتحديدا على مشارف مخيم الشاطئ الاشتباكات اندلعت أيضا في محور توغل القوات الإسرائيلية ببلدة بيت حانون شمال شرقي مدينة غزة وهذه المناطق هي عبارة عن مناطق خالية وزراعية من السكان أو مناطق سكنية دمرتها الطائرات والمدفعية والبوارج الحربية الإسرائيلية في محور الجنوب والذي اشتدت فيه الاشتباكات وتقدمت فيه القوات الإسرائيلية بشكل كبير من منطقة حي الزيتون وصولا إلى تل الهوى وهما المنطقتان التي استهدفتهم القوات الإسرائيلية بشكل كثيف بالأحزمة النارية من الطائرات والقذائف المدفعية خلال الأيام الماضية بالتزامن مع توسيع توغلها هناك وصولا إلى منطقة شارع الرشيد من خلال الشارع عشرة أو شارع البحر كما يعرف في غزة الجيش الإسرائيلي نشر فيديو يظهر توغل الدبابات الإسرائيلية وسيرها في شارع الرشيد أو شارع البحر في منطقة تل الهوى والشيخ عجلين تظهر هنا الدبابات الإسرائيلية على هذا الشارع حيث يظهرها هذا الفيديو توسيع التوغل باتجاه الغرب في هذه المنطقة يعني أن القوات الإسرائيلية استطاعت تطويق مدينة غزة بشكل محدود من جهة الشمال الغربي والجنوب الغربي وهو أيضا يعني أنها استطاعت إلى حد ما فصل شمال القطاع عن جنوبه وتقوم باستهداف كل من يحاول الوصول من مناطق شمال غزة إلى جنوبها يتضح من العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأرض أن التوغل البري قد يتجه من حي الزيتون باتجاه الشمال من خلال حي تل الهوى الذي دمرت الطائرات الإسرائيلية أجزاء واسعة منه خلال الأيام الماضية ما يعني أنها اتبعت ضده سياسة الأرض المحروقة فيما تخوض كتائب القسام اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في هذا المحور وتستهدف فيها الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة هذا السيناريو يشبه إلى حد كبير العملية البرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة في عام 2008 و2009 أنذاك احتلت الآليات العسكرية منطقة مستشفى القدس ومتنزه برشلونة وأبراج تل الهوى وهو مربع سكاني مساحته نحو 500 متر ترجمة نانسي قنقر